ولعل الكثيرين منكم يتابعون بكل تأكيد وأحياناً يتابعون بمرارة، بحزن، بغضب ما يجري من توحش صهيوني في غزة التي تواجه ليس فقط تواجه وحدها وإنما تواجه أيضاً تعامر المتعامرين قد ذكرت بعض المصادر الأمريكية التي سربت أخبار إلى موقع أكسيوس وهذا موقع أكسيوس، موقع مشهور أمريكي قالت من أن قائد الجيش الإسرائيلي هاليذي التقى خمسة كبار قادة الجيوش العربية من خمسة دول هي السعودية والإمارات ومصر والأردن والبحرين التقوا في المنامة، في عاصمة البحرين إذن في قلب الحرب في وقت يقتل فيه الفلسطينيين قتلاً بشعاً آخرها كانت أو أكبرها في هذا الأسبوع فقط كانت مجزرة النصيرات حوالي 974 ما بين جريح وقتيل وثلتها مجازر وسبقتها مئات المجازر فقط في هذه الثمانية أشهر نحن اليوم في اليوم المئتين وخمسين يلتقي قادة ما يسمى بالجيوش العربية طبعاً تحبي أوامر من السلاطين من الحكام أربع ملوك وخامسهم السيسي يلتقون مع قائد الجيش الإسرائيلي نفسه الذي يقوم ويعطي الأوامر والذي يعطى الأوامر إلى قتل أكثر من 37 ألف فلسطيني أكثر من 70% منهم نساء وأطفال وأكثر من 85% إلى 90% منهم مدنيين على كل حال وجرح ما يزيد عن 80 ألف وهناك آلاف يزيدون عن 10 ألاف تحت الأنقار هذا الذي أعطى هذه الأوامر وهو رأس الجيش الإسرائيلي طبعاً مع جنرالاته ومع قيادته السياسية تلتقيه أو يلتقوه ما يسمى بقادة الجيوش العربية ويضحكون ويقهقهون ويسلمون والأخطر من كل هذا أنهم يتآمرون يتآمرون على غزة السجينة والمجوعة والمفقرة والشهيدة التي تقتل ببشاقاً لها نظير على فلسطين عموماً يتآمرون لا أستبعد أن يكون هناك أيضاً قد حضر معهم أحد العملاء من عملاء عباس عملاء عباس اللي بالمناسبة يعني تبون لم يجد أفضل من هذا الوقت ليعلن فيما أسماها أن هناك مؤتمر لإنقاذ غزة يعلن من أنهم سيبعثون بما ترسله الجزائر سنوياً لعصابات لميليشيات عباس سيرسلونه مقدماً الموت في غزة القتل في غزة المجوعين في غزة الرعب في غزة بينما الأموال ترسل إلى ميليشيات عباس التي تحمي الكيان الصيوني التي تقدم له المعلومات تذهب أموالنا لميليشيات عباس تخيلوا أننا في الثورة الجزائرية نعود 65 سنة أو 70 سنة إلى الوراء ونجد أن هناك أشقاء لنا يرسلون المال إلى الحركة الذين كانوا مع فرنسا تخيلوا ذلك هذه هي واقع العصابة اليوم طبعاً ميليشيات عباس تتحدث بالوطنية وتتحدث بفلسطين ولكن الجميع يجمع يقيناً على أنهم ليسوا أكثر من ميليشيات في خدمة الكيان وأمريكا تقول ذلك بصريح العبارة لكن أهم ما لفت أو ما كانت عليه الأضواء هذه الأيام هو وصول بايدن إلى المنطقة في زيارة ثامنة شفناه حضر هذا المؤتمر التقى قبلها مع السيسي كان اليوم في قطر أمس واليوم كان هناك مؤتمر صحفي اليوم بينهم بين وزير خارجي القطري وكان هجوم من بلينكين على المقاومة بالنسبة إليها المشكلة الكبرى هي حماس وعلى العالم أن يضغط على حماس العالم الذي أجمع على القرار واللائحة في مجلس الأمن والعالم الذي يريد أن تقف هذه الحرب المتوحشة رمى الكرة عند حماس في واحدة من كبريات الخداع والتلاعب الأمريكي في حين أن الكيان الإسرائيلي لأمريكا قالت أن هذه المبادرة هي مبادرة أو هذا المقترح هو أصلا مقترح عندما تكلم بايدا قبل حوالي 12 يوم قال أن هذا مقترح إسرائيلي إسرائيل لم تقل لا إيه ولا لا وحتى عندما علق مسؤول أو سفيرها هناك في مجلس الأمن قال إن قرار مجلس الأمن يعطينا الحق في مواصلة الحرب أي أن بالنسبة إليهم أهم شيء هو أن تستمر الحرب تتوقف قليلا ستة أسابيع وإذا لازم الأمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى ستة أشهر ثم يعاودون القتل هدفهم فقط استرجاع ما يسمونه بالرهائن وبعبارة أدق الأسرى ولكنهم يريدون أن يعودوا وهذا هو الخلاف الرئيسي بينهم وبين المقاومة التي تقول إنها لن تستسلم ولن تقبل سفقا بمقتضاها يعود الكيان الصهيوني إلى القتل متى شاء وأن الحرب يجب أن تتوقف وتتوقف دائما على الأقل لسنتين أو لثلاثة وإن كانهم لا يطرحون رقما بالتحديد لكنهم يقولون وقف نهائي للحرب تمار هائل بالنسبة للمقاومة حققت ما أرادت منذ البداية والحقيقة أنها حققت انتصارات أخرى وهو انتصارات استراتيجية رغم الكلفة الهائلة وهذه طبيعة الحروب ضد الاستعمار قلناها عدة مرات لعلكم من يتابعني هنا قلت عدة مرات أن الحروب ضد الاستعمار دائما ما تكلف الشعوب التي تقاوم في الغالب كمعدل ثلاثين إلى واحد كلما قتل الاستعمار واحد يقتل للشعب المقاوم ثلاثين هذا كان في الجزائر على سبيل المثال في الفيتنام كان العدد من واحد إلى ستين تقريبا وفي أماكن أخرى كثيرة دائما المقاومات تدفع أكثر طبعا عندما أقول أنا في الجزائر أتحدث على ما بين ربع وخمسين واثنين وستين أما ما قبلها فقد قتل ملايين الجزائريين سواء قتلا وحرقا ومجازرا وإبادة وهولوكوست كما سماه البعض الفرنسيين في كتاباتهم أو مجاعات وأمراض كانت مقصودة إذن بايدن كان في حين أن وزير الخارجي القطري كان يتحدث من أن الطرفين يجب أن يصل وأن يتم جسر الخلافات بينهم كان بايدن يركز لأن الاستراتيجية الآن هم فهموا الولايات المتحدة بايدن وبلينكين وغيره فهموا من أن نتنياهو لن يتراجع لأنه عندما يوقع على نهاية الحرب قد يوقع على الصفقة ولكن بدون نهاية الحرب بنغفير واسموتريتش اثنين من كبار صهاينة المتدينين قالوا له بصريح عبارة توقع على صفقة تنهي الحرب ننهي نحن حكومتك نخرج من الحكومة فتتفكك وهو يعلم أنه إذا تفككت الحكومة فإنها فقط ليس فقط تتفكك ستجري انتخابات وإذا لم يفوز فيها وهذا والاحتمال الكبير جدا فإنه سيواجه القضاء والمحتمل الأكبر أنه سيدخل السجن فهو إذن لا يريد أن يدخل السجن ولا يريد أن تتفكك الحكومة وبالتالي يتلعب وتبنى استراتيجيتهم في النووي الغموض الآن نتنياهو لم يقل ما قاله بنغفير واسموتريتش ترك لهم هم أن يعبروا عن رفضهم على الصفقة بالنسبة لأمريكا يقول هم هذا ليس رأيي هذا رأيهم هم لكن هم لم يخرج نتنياهو الذي تقريبا يخرج لأي سبب ويتحدث مرات وتكرارا لأي سبب لم يخرج ليقول نعم أنا موافق على الصفقة كما طرحت في مجلس الأمن لم يقل ذلك وبالتالي نحن أمام استراتيجية الغموض يتبعناها الصهاينة في حين أن الأمريكان يتولون الهجوم على المقاومة لكي يخففوا من الضغط على نتنياهو بايدن كل ما يهمه الآن لا هي لا إسرائيل ولا غزة ولا المدنيين يهمه أن يذهب إلى عهدة ثانية وهو يعرف أن هذه العهدة الثانية تكاد تخرج من يديه في حديثه اليوم أقرأ في حديث يقول فيه أن كل الذين التقاه من زعماء العالم الحر وهو كما تعرفون عنده أيام وهو موجود في جاب المناسبة النورماندي ستجوان الماضي وبقي أيام وحضر لقاءات مع الأوروبيين قال أنهم جميعهم يقولون له لا تترك ترامب يفوز ستكون كارثة على الغرب وليس على أمريكا فقط ستكون كارثة على أوروبا وليس على أمريكا فقط كل ما يهم قادة الغرب اليوم أو أهم اهتماماتهم أولى اهتماماتهم أن لا يفوز ترامب في الحرب هذه مقدمة اليوم على خصوماتهم مع الصين وعلى خصوماتهم مع روسيا وعلى التوحش الصهيوني في غزة وعلى اليمين المتطرف الغرب يعيش حالة من تراكم المخاطر المخاطر الوجودية لكن يعتقد عقل الدولة في الغرب الستابليشمنت دولة العميقة في عمومهم يعتقدون أن أكبر خطر يواجه الغرب في هذه الأربعة أشهر القادمة خمسة أشهر القادمة من هنا إلى الانتخابات في نوفمبر القادم هو إذا فاز ترامب وترامب يعلم بصرح العبارة أنه عندما يفوز سينتقم بشدة من أولئك الذين يقومون بشيطنته وبالتحرش به وبمطاردته كما كانوا يطاردون الساحرات في العصور الوسطى هذه هي أكبر خطر يواجه اليوم الغرب الخطر القريب جداً طبعاً المخاطر الأخرى نعرفها الهجوم الروسي على أوكرانيا ومن ثم الخوف على أوروبا التقدم الصيني المتسارع والبارز وأيضاً لله نوع من الشراسة ومشاكل أخرى خاصة بصعود اليمين المتطرف لكن قضية فوز ترامب مرة أخرى بالرئاسة في أمريكا تؤرقهم تجعلهم في حالة خوف وقلق شديد وشديد جداً عبر عنهم كثيرين في كتابات كان قبل ثلاث أسابيع كانت هناك مقالة مشتركة ما بين رئيس ألماني واعتقد النمساوي وآخر ثالث وكلها تعبر عن القلق من صعود التطرف واليمين وهم طبعاً يقصدون هنا ليس فقط اليمين الأوروبي ولكن خاصة في أمريكا للعودة إلى غزة إذن فبالنسبة إلى بايدن الآن وبالنسبة للغرب من وراءه هو ضمان عهدة ثانية ولأنه اقتنع من أن نتنياهو لن يتراجع لأن قبوله بصفقة توقف الحرب وتخرج الجيش من غزة وفق مطالب المقاومة يعني أنه سيسقط ونيتنياهو لا يريد أن يسقط فأصبحوا قلبة الصورة ليكون هناك هجوم دبلوماسي شديد أمريكي ليس فقط من بلينكين ولكن أيضاً من سولوفان من كيربي من كل المتحدثين باسم الإدارة الأمريكية أين الحل؟ إذن الحل هو أن تتوقف الحرب هذا هو مطالب الشعب هذه هي مطالب الشعب ليس في في المنطقات مليسف فلسطين فقط أو غزة أو في المنطقات المسلمين وإنما في الغرب أيضاً في أماكن كثيرة من العالم لكن نيتنياهو يريد أن لا يوقف الحرب وأن يلقي بالمسؤولية على المقاومة وذلك بدعم أمريكي لا يقل خطورة عن الدعم الدبلوماسي والإعلامي والسلاح والتجسس وكل شيء عندما تقلب أمام الرأي العام العالمي الذي ضج بهذه الحرب الظالمة اليوم صدر من مجلس حق الإنسان تقرير من أكثر من 130 صفحة يدين إسرائيل إيدانات شديدة بما فيها كلمة الإبادة وأن إسرائيل تمارس الإبادة وتمارس التجويع وتمارس جرائم حرب وتمارس جرائم ضد الإنسانية في هذا الوقت إذن الأمريكان يتلاعبون وهم الذين كانوا ضد الحرب طول الفترة عندما وصلوا إلى قناعة من أنهم ممكن أن يخترقوا فكرة وقف الحرب فأصبحوا ينادون بوقف الحرب في وقت في الحقيقة يدعمون فيها استمرارها ومن جهة أخرى يشيطنون الذين يريدون بفعل أن تقف الحرب شفتوا التلاعب كيف يمشي يلبسون الباطل حقا والحق باطلا وهذه هي طريقة المفسدين في الأرض والمتلاعبين والطغاة والاستبداد العالمي هذا ليس جديد في الحقيقة إنما يتم إدانة المظلوم بجرائم الظالم فرعون وهو يتحدث أو يريد ويدين سيدنا موسى يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ماذا فعل سيدنا موسى أنا ذاك قتل شخص واعتذر عنه وتاب وقال فعلتها إذن وأنا من الخاطئين كل هذا قتل لشخص واحد اعتبر فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين وأنا كارثة بينما فرعون وهو يأصر ويسجن ويعذب ويقتل أبناء شعب كامل طائفة كاملة من الشعب كانت بالنسبة إليه أنها ما أريكم إلا ما أرى كانت بالنسبة إليه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد في آية أخرى هذه هي الحقيقة والحقيقة المريغة في وهذا يتواصل خرجت الأخبار تتحدث عن مزيد من الأطفال الذين يموتون نجوعاً وأن ثمانية آلاف منهم عولجوا من المجاعة وأنه قتل منهم أو مات منهم 28 واحد على الأقل هذا الذي حسبه والحقيقة أن المجاعة تتصعد فقد ضاعفت إسرائيل من خنقها لغزة ولا يدخل اليوم إلا 35 شاحنة لغزة وأكثرها نصفها فارغ وأكثرها لا تحمل أشياء أساسية في حين أنه المطلوب هو ألف شاحنة على الأقل يومياً حتى لا تكون هناك مجاعة في هذا الوقت أقدمت إسرائيل على قتل أربعة من كبار القادة أو أحدهم من كبار القادة قتلت على أقدمت على قتل أربعة من حزب الله الحزب الله وكان ذلك هذا كان ذلك أمس على بلدة جويا جنوب لبنان مما أدى إلى مقتل أربعة من حزب الله على رأسهم قائد عسكري هو أهم وأخطر قائد يقتل في هذه الحرب منذ أن بدأت في 8 أكتوبر مع حزب الله والكيان الصهيوني تقع المدينة أو البلدة على بعد 15 كم من الحدود ما بين لبنان وفلسطين المحتلة التي تسمى اليوم إسرائيل رد الحزب بإطلاق ما يزيد عن 170 قذيفة وساروخ جاء إذاع جيش الاحتلال اعترفت ب150 ساروخ أطلقت من جنوب على فلسطين المحتلة وقالت أن 160 قذيفة رصيدت منذ الصباح منها 70 قذيفة استهدفت من طبق جبل الجرمق وكانت هناك حرائب كبرى مست آلاف أو مئات الهكتارات مست مئات الهكتارات في الكيان الإسرائيلي هذا أكبر استهداف عسكري تعرض له إذن الحزب وقد نجح في قتل أعلى قائد للجبهة حتى الآن وخارج النطاق الجغرافي العسكري المباشر تأتي إذن عملية الاغتيال لكي ترفع من حدة التوتر والتوتر الشديد نتمياه قبل حول خمسة أيام كان هناك في الشمال الشمال الكيان اللي هو فلسطين المحتلة وهو جنوب لبنان قريب من جنوب لبنان وهدد بأن قواعد اللعبة ستتغير فعلى نفس الشيء غالانت قبل ذلك وغانت قبل أن يغادر مجلس الحرب وهالي فيقى لها عشرات المرات وهي قواعد الحرب على ما يبدو تتغير بطبيعة الحال الولايات المتحدة سارعت إلى القول خرج هذا من عند وزير دفاع شخصيا الأمريكي قال أن أمريكا أن الولايات المتحدة غير معنية بالتصعيد في الشمال بالتصعيد مع لبنان بالنسبة لولايات المتحدة يشعر بايدن وإدارته من أن نتنياهو يجرهم إلى المستنقعات بالرغم من أن هم حلفاء لا تستغربون ذلك لأن هناك مشكلة وهو أن أمريكا تريد أن تحافظ على إسرائيل ولا يهمها نتنياهو ولا حكومة لأن الحكومات بالنسبة لهم يتغيرون بل من الأحسن أن تذهب حكومة نتنياهو وبالنسبة نتنياهو يريد أن يطيل الحرب إلى أن يصل ترامب حينما يصل ترامب ترامب قال لهم بصريح العبارة سأعطيكم كل ما تريدون لتدمير غزة وحتى لبنان وأي شيء تريدون فبالنسبة لنتنياهو يريد أن يطيل الحرب فقط إلى 6 أو 7 نوفمبر القادم لأن الاعتقاد الراسخ لديهم وهذه حقيقة على الأقل لحد الآن أن ترامب يتقدم بـ 3 إلى 4 نقاط على بايدن بينما بايدن يعرف هذا ويعرف هذا جيدا ولكن لديه مشكلة الحفاظ على الكيان لأنه مصلحة استراتيجية لأمريكا وفي نفس الوقت لا يريد أن يذهب التصعيد إلى لبنان لأنه يعرف أن إسرائيل حينها إذا كانت اليوم غرقت مع المقاومة الفلسطينية في وحل شديد جعلتها منبوذة عالميا ومدانة في كثير من المنظمات الدولية وأكيد عند شعوب العالم وجعلت كثير من الأنظمة الغربية تتزعزع وستعرفون أن ما حدث في فرنسا من بين أسباب أيضا هي قضية غزة لأن الناس انقسمت فاليمين اللي كان يمين كثيرين كانوا في اليمين ذهبوا إلى اليمين المتطرف لأنهم ضد الإسلام والمسلمين وغزة وفلسطين وإن كانوا يكرهون اليهود فهم يكرهون المسلمين بداية الآن أو أكثر فشافوا أن حكومتهم بالرغم من دعمها لإسرائيل إلا أنها شد أحيان المواقف وكانت تبدو في الوسط هم يريدون مواقف أكثر مع الكائل الإسرائيلي لأن عدوهم الأول أصبح هو المسلم وليس اليهودي كما كان تاريخيا عند اليمين المتطرف إذن أوروبا كلها تتزعزع وتتضعزع لكن بالنسبة نيتنياهو وحلفاء ممن هم مرتبطين بالطورات المزيفة التي تدعوهم إلى قتل الآخر بلا حساب لا يهمهم ما يحدث في الغرب بل بالعكس هم يعتبرهم كلهم أمميين أو أميين أو قيوم أو قيوم في المفهوم الطوراتي المزور الذي يؤمن به تؤمن بالصهيونية الدينية المتشددة هذا الموقف في الحقيقة أن حزب الله من حيث الرد كان ردا شديدا وإن كان لم يتحدثوا على وجود قتلى من الجانب الإسرائيلي لكن ضربوا لهم عدة فكنات عدة مراكز استخباراتية قيادية ويبدو أنهم لم يركزوا على الأماكن المدنية وإنما ركزوا على أماكن عسكرية كان الإسرائيلي على الأقل لم يعترف لحد الآن بموت أي كان أو بجرح بعد هذه ربما تكلموا عن 2 أو 3 جرحة بعد هذه المية وسبعين أو المية وستين ساروخ حسب المساطر لكن أي تصعيد والذلك في المولايات المتحدة السارعة على لسان وزير دفاعها بأنها ليست مع التصعيد في لبنان يعرفون أن أي تصعيد في لبنان سيضاعف الحرب فحزب الله من حيث القوة الساروخية والقوة العسكرية أقوى على الأقل بعشر مرات من المقاومة الفلسطينية مما يعني أن هذا الكيان الذي غرق مع المقاومة الفلسطينية في ثمانية أشهر من الحرب البرية تقريبا ثمانية أشهر الآن سيكون في وضع أسوأ بكثير مع حزب الله الذي مدته إيران بسواريخ تغطي كل فلسطين التاريخية التي تسمى اليوم إسرائيل بالمناسبة يعني ربما الكثيرين لا يعرفون كم هي مساحة فلسطين التاريخية نسبة مثلا على الجزائر واحد في المئة تخيل فلسطين التي اليوم تسمى إسرائيل هي تقريبا 24 ألف كم مربح والجزائر هي تقريبا 2.4 كما تعرفون أي أنها واحد في المئة من نساحة الجزائر وهذا بين قوسين كنت أريد أن أقارن بعض الأشياء لكن نتركها ربما إلى يوم آخر أو إلى حديث آخر إذن فيه مخاطر من أن تتصاعد الأمور على الجبهة اللبنانية وأن نتنياهو قد يذهب بالفعل إلى كما قاموا بقتل هذا القائد في حزب الله وهو أكبر قيادي يقتل لحزب الله قتل لهم قاد آخرين لكن ليس بهذا الصف هذا قائد من الصف الأول فهناك مخاطر حقيقية إذن لأندلاع الحرب التي يريدها جزء من القيادة على الأقل التي ستحكم اليوم الكائن السهيوني وخاصة نتنياهو بن غفير سموتريتش وربما خروج غانتس وإيزن كورت اللي ما كانوش متحمسين للحرب كانوا صحيح هددوا من حين لآخر لكن لم يكونوا متحمسين لأن غانتس بشكل خاص كان تقريبا يمثل الدولة العميقة داخل إسرائيل ويمثل الولايات المتحدة أيضا داخل مجلس الحرب سنرى كيف ستتقدم هذه التطورات خاصة على الجبهة اللبنانية أما على الجبهة الفلسطينية وعلى غزة بالذات فالحقيقة هناك ثبات أسطوري لأهل غزة وأيضا للمقاومة خلنا نشوفوا ربما فيديو أو اثنين هذه الحرائق اللي اندلعت بعد القصف اللي صدر من حزب الله كانت حرائق شديدة في الجليل الأعلى قلنا أنها مست حوالي 30 ألف متر مربع على الأقل لا ثلاثة مليون متر مربع عفوا على الأقل وبالتالي كانت كارثة وهذه ليست أول مرة لأنها قبل حوالي أسبوع أيضاً كانت هناك حرائق دامت ثلاث أيام تقريباً ثلاث ليالي في هذا الوقت زاد الإنقسام داخل الكاية الإسرائيلي حول موضوع تجنيد الحريديم كنت حدثنا فيه المرة الماضية وقلت لكم أنه يتم في اللايف أنت يوم الأثنين كانوا يمروا أو كانوا يتجادلون حول هذا القانون في النهاية مر مر ب63 صوت مقابل 57 وزير الدفاع اللي هو من حزب نتنياهو صوت ضده وصوت مع المعارضة ومر في القراءة الأولى والقانون هذا باختصار بسيط يبعد أو يعطي عفو إذا شئنا لحوالي سبع السكان أو أكثر هما سبع السكان الآن يعني لكنهم يتزايدون بشكل أكبر من يعفيهم ومو الحريديم اليهود المتدينين جزء منهم مرة الماضية شرحت أن جزء منهم يذهب إلى الحروب وإلى الجيش ولكن جزء منهم لا يريد أن يذهب إلى الجيش وهما الحاردين اللي يسمىوا الحاردين وخاصة أن يمثلهم حزب شاس حزب اليهود الشرقيين إذن تم عفاهم من الخدمة هذا أدى إلى قلق شديد داخل الإسرائيلي خاصة داخل العلمانيين اللي قالوا أن أبناؤنا يقتلون بينما هؤلاء المتدينين لا يريدون أن يحاربون الإسرائيل بالرغم من أنهم أكثر الإسرائيليين واليهود استفادة من الدولة ومن خدماتها هذا أحدث قلق شديد حتى أن هناك جنيرالات منزعجين هناك قالوا أن هناك أكثر من ألف أم أبناءها يقاتلون قالت طالبت باسترداد أبناءها وقالوا لماذا نقاتل من أجل بلد آخرين لا يشاركون في حمايته أي أنها تعظمت الخصومات بينهم وازدادت المظاهرات وكانت هناك احتجاجات كانت هذه الاحتجاج في السويد مثلاً احتجاج أمام تلفزيون السويدي وناس محتجين مرميين على الأرض لماذا ضد التلفزيون السويدي لأن الإعلام الغربي في مجمل غير منصف في تغطية ما يجري لا يظهر حقيقة التوحش الصهيوني في كثير من الحياة يقدمها على أنهم طرفين متنازعين أو متصارعين وليس جيش يدعمه جيوش الغرب ويقتل في مدنيين بشكل فضيع ومقاومة على ضعفها المادي تقاوم بشكل أسطوري كانت هذه وقفة في عمان في عمان عفواً في الأردن أمام ما يسمى بصفارة الإسرائيلية في سبيل الله قلنا نتغير فعال لواء فلي عد للدين عزه فلي عد للأقصى مجدو فلي عد للأقصى مجدو فلي عد للأقصى طهر فلي عد للأقصى طهر هذه جوز من المظاهرة بالرغم من أن الملك المهرج خرج لعلكم تابعتوه وظهر في قنوات إلى آخره حاملاً سيفه حامل السيف يلعب بالسيف ويقوم بحركات بهلوانية هذا ملك غريب في الأمر أنه ينسب نفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنه هو رقم 49 في الجيل والمنتمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والله حتى لو وحاشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون له ابن مثلك حتى لو كنت ابنه فقد كان هناك رسول الله وكان لهم أبناء فعندما قال سيدنا نوح إن ابني من أهلي وأنت أرحم الراحمين قالوا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قضية هذه هي أنه جدي أو تعود أصولي إلى النبي وتعود أصولي منيش عارف إلى فلان الشخص الفلاني أو الصالح الفلاني أو هذا ما عندهش معنى هذا تفاخر بالأنساب حتى ولو كان صحيح لا يغني عنك شيء يقول عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث وهو يخاطب فاطمة سيدة أهل الجنة يا فاطمة عملي فإني لا أغني عنك من الله شيء فيما معنى ما قلها لن أغني عنك من الله شيء عملك في النهاية هو عملك طيب عن هذا الملك المهرج ملك الأردن يستخدم هذه أنه إلى أصله إلى في حين أن أصله القريب على الأقل معروف أنه أصل الخيانات كلها من جده عبد الله إلى بابال حسين إله هو وغيره كانت هناك أيضا هذه الوقفة الاحتجاجية للمحامين المغاربة في الرباط أرواح الشاهدات والشهداء الفلسطينيين وكلنا في حين فلسطينيين وكانت هذه الصرخة لأحد أحرار المغرب صرخة مدوية نحن كمغاربة نقول لا يمكن أن يؤثق في هؤلاء ثانيا مثلا ثانيا نحن نريد أن يتوقف قطار التطبيع أزيلوا عنا هذا العرض أزيلوا عنا هذه السبة أزيلوا عنا هذه المصيمة هم يفعلون بالمسلمين ما تروا وبعد ذلك يتحدث على التطبيع العلاقات مع هذا العدو إنهم لا يراعون فيه ممن إلا ونظمة صرخة شديدة بغضب شديد وقناعتي أن هذه هي منقف الأغلبية من الشعب المغربي إنهم يعرفون أن هذا التطبيع هو عار وهو وصمع وهو خطأ فادح بل هو خطأ لا يمكن تحت أي ظرف الوثوق في هؤلاء فما بالك أنك ترى ما يحدث ترى ما معيونك هذا ليس تاريخ هذا هولوكوست على المباشر يراه الناس هولوكوست على المباشر إبادة على المباشر وما زالت مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر أحد الجنود الجنود الصهاينة يظهر في هذه الصورة يقول واسمه رونيل أداني في منشور على فيسبوك ردا على تمديد إعفاء الحريدين خانتني دولة إسرائيل خانتني حكومة إسرائيل والآن علي أن أرتدي الزي العسكري وأقاتل نيابة عن الوطن الذي خانني طبعا شعور عميق بالغضب حول هذه القضية قضية إعفاء الحريدين من التجنيد وهذه طفلة إنجليزية على ما يبدو وهي تقود مظاهرة لمناصرة غزة على ظهر آبها ماذا نريد؟ نريد وقف إطلاق النار متى نريده الآن؟ الحقيقة أن الكثيرين في الغرب مع هذه الحرب وهذا التوحش وهذا الشيء وهم يرواه على المباشر تغيرت القناعة تغيرت الأفكار كثيرين يخرجون الآن ويكتبون أو يتحدثون أو يخطبون أو لكي يقولوا هذه ليست قيمنا هذه لا علاقة لها بنا خلينا نسمعكم واحد محامي طبيب فرنسي كان قد نشوف اللي عندي هنا عائد من غزة قال كلام قوي وقوي جدا قد نشوف قد نشوف قد نشوف قد نشوف ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر